مشاهدين الأفاذل وأهلا بكم إلى هذا الموعد الرياضي والبداية بأهم ما جاء في صحف الرياضية المحلية لنهار اليوم الموافق اليوم 14 سبتمبر 2016 والبداية مع شباك التي تطرقت إلى مباراة ليستر سيتي والتي سيواجه فيها بروغ البلجيكي سهرة اليوم في أولى جولة دور المجموعات ببطولة أبطال أوروبا وفي سياق منتصر قال مدرب الفريق الإنجليزي كلاوديو رانيري أن دولي الجزائري إسلام سليماني يتواجد في كامل لياقته البدنية وهو مستعد لخوض أول تجربة مع الفوكسيس وهدف الفريق الوحيد هو العودة بانتصار صحيفة كومبيتيسيون النطقة بالفرنسية افتتحت في صفحتها الأولى الصراع القائم بين اللاعب مدرب شبيبة القبائل كما المواسع ولاعب سابق للفريق موسى صايب أين وصف هذا الأخير مواسع بالبدأي معتبرا إياه هو سبب في التعثر أمام اتحاد الحراش ولم يتردد دولي سابق في التأكيد على أنه من صنع تاريخ الشبيبة ويملك الحق في الحديث عنها وفي موضوع آخر قالت صحيفة لوبيتورغ النطقة بالفرنسية هي أيضا أن إدارة مولودية الجزائر رسل الاتحادية الجزائرية لكرة القدم لطلب باستبدال عقوبة اللاعب دون جمهور المقررة في الجولة السابعة أمام اتحاد العاصمة إلى الجولة التاسعة أن سيستقبل العميد شبيبة التساورة مطالبة إدارة المولودية بهذا القرار جاء بسبب الرغبة في تمكين الجمهور الفريقان والشعب الجزائري بالاستمتاع بأكبر مباراة في البطولة الوطنية